يا مسائل فول عليكم ويزايقوا عاملين ايه يا رب الجميع انتكونوا بخيروا في احسن حال بصوا بقى النهاردة الدرس الرابع من الفكرة اللي شرحتها كتير في الدروس اللي فاتت وهي فكرة ان احنا هنشتغل 30 درس ان شاء الله على مدار الشهر رمضان الدروس كلها هتكون خاصة بالبرندات طيب البرند اللي معنا النهاردة ان شاء الله في الحلقة الرابعة هو برند كوك دور تمام طبعا الفكرة اللي انت شفتها في الصورة المصغرة كتير منكم بعث لي وقال لي ازاي اقدر ينفذها بالشكل اللي هو شافه طبعا الموضوع بسيط جدا يعني تقريبا تلات اربع خطوات بس اللي هنعملهم في الدزاين اللي انت شايفه قدامك ده كله بس المهم في الموضوع كله اختيارك للصورة طبعا مش اي سندواتش هينفع انك تجيبه وتركبه فيطلع بالشكل الكويس اللي انت شفته لا هنا اختيارك للصورة اللي زي دي مثلا لو بسيط هتلاقي ان التصوير اصلا في البداية كده شكله حلو الصورة فيها شادو فيها لساعات فيها اضاءات فيها مش عارف ايه فبالتالي هتلاقي شكلها كويس جدا تمام يبقى اول حاجة اختيارك للصورة تاني حاجة على طول الزوايا اللي هتنفع مع تركيب المدفع اللي هتبدأ تعمله ده واللود يعني انا اول حاجة عملتها بسيط على الصورة وبعدها على طول رحت دورت على صورة مدفع اجيب منه الخشبة او الجزء اللي هو بتاع العجلة اللي تحت ده يكون ماشي بنفس اتجاه زاوية السندواتش حلو يبقى انا فضلت ادور لحد اما لقيت حاجة تكون ماشية مع نفس الزوايا تقريبا وقمت جايب الصورة بتاعة العجلة دي وبتديت اشوف هل هينفع ولا لا فان شاء الله هتنفع قمت جايب ايه الصورة كده اصيصها خدت صورة العجلة بس من الصورة يعني وروح تجايبها كده على صورة السندواتش لقيتهم فعلا ماشيين مع بعض حلوين جدا جدا يعني بدون ما تتعب نفسك وبدون ما تعمل اي حاجة في الزوايا دول نقطتين مهمين جدا اللي لازم تركز عليهم اختيارك للصورة الزوايا اللي تزبط علشان ما تجيبش عجلة تكون دخلش مال السندواتش رايح يمين تلاقي الدنيا كلها ضمرت منك حلو يبقى المقاس اللي هنشتغل عليه في درس النهاردة ان شاء الله هو المقاس المربع بالشكل ده لو حابب تخليه مستطيل شوية ما عندناش فيه اي مشكلة هبدأ همسك السندواتش كده وهبدأ اكبره وازبط وضعه بالشكل ده وهبدأ امسك كمان الجزء بتاع العجلة وهبدأ ازبطه طبعا انا حاسس ان هو مرفوع نحية اليمين محتاجة ترفع من وراء كنترول تي سبل صبعك على الكنترول وابدأ اشد من الكورنورات حاجات بسيطة جدا اهو هي مش محتاجة بصراحة هتلاقيها بالشكل الحلو ده هعمل كنترول جاي علشان اعمل كوبي وهمسك الجزء ده هخليه يكون وراء السندواتش طبعا لو بسيت لازم يكون اللي وراء ده اصغر شوية بالشكل ده فهتبدأ تزبط لحد ما تحس ان هم ماشيين مع بعض بشكل كويس اهو ممكن امسك الاتنين انزل بهم تحت اطلع بهم لقدامي خليهم وراء على حسب ما انت عايز يا صديقي بالزبط بالشكل الجميل او ده السندواتش ده ممكن نرفعه شوية كده فهتلاقي ان الامور تمام طبعا في جزء هنا ترفع اهو تحس ان هو مش مزبوط هبدأ اجيب الورب هنا اهو وهبدأ ازبط الجزء ده وانزل من الجزء ده اهو على اساس ان السندواتش يبقى فعليا مزبوط جدا مع الزوايا بالزبط ما يكونش في اي مشكلة طيب تعال بقى نروح على البيجروند انا اخترت هنا صورتين بالشكل دول بص ما كانش فكرة في الدماغي معينة ولكن لما جبت الصورة حاسيت ان احنا ممكن نطلع مثلا الحاجة يكون فيها يحق بقى شغل الاهرامات ونبدأ نتكلم ان ده سندواتش الهرام الرابع الفكرة جات لي من هنا لما ابتديت اجمع الصور يعني فاهمني فاختيارك للصور اصلا احيانا بيخليك تبقى دماغك في حاجة وفجأة تروح اعمل فكرة تانية وتلاقيها ما شاء الله زبطت جدا وبقت حلوة جدا جدا تمام طيب فان هبدأ اخد اول صورة خاصة بالارضية بالشكل ده وهخليها طبعا تكون اول صورة معي تحت اهو تمام ممكن اكبرها شوية كده بالشكل ده مسلا تمام وهبدأ اجيب الصورة التانية اهو هخليها تبقى فوق شكل ده وهبدأ اعكسها هخلي الاهرامات تبقى هي اللي عليمين بالشكل ده ممكن نكبرها شوية كده اهو تمام وهمسك السندواتش بالعجل بالكلام ده هحاول اغطي على الراجل اللي هو واقفه وراء بالشكل ده طيب علشان ادمج اللي اتنين مع بعض هاجي عند اللير اللي فوق وهبدأ اعمل ماسك هروح للبراش تول ومن هنا هختار المربع الاسود وهبدأ امسح وانا مقلل فلو جدا بقى اهو الاجزاء اللي هي في بداية الصورة اهو فهيبدأ يدمج لك اللي اتنين مع بعض بدون اي مشكلة وهبدأ انزل بس بالصورة كده علشان الخط اللي هناك ده يختفي تماما اهو هتلاقي الامور بقت زي الفل يعني انت ده مكتل اتنين مع بعض شكلهم حلو قوي طيب الجزء الخاص بالسما ده ممكن اعمل عليه سلكت كنترول تي وانا واقف على اللير بتاعة الصورة نفسها اهو وهعمل وهبدأ اطلع فوق كده سنة علشان القطع ده يختفي بالشكل ده كده زي الفل طبعا انا قلت لك لو انت حابب تخلي الصورة تكون مستطيلة شوية طب والله مش وحشة تعالى نشتغل على الديزاين كله بالشكل ده اهو تمام الاطعاط والكلام ده كله هبدأ اعمل سلكت زي ما قلت لك على السماء وهطلع بيها فوق بالشكل ده الجزء كمان بتاع الاهرامات ما عندناش مشكلة لو طلعنا بيه برضو هتلاقي المشكلة تزبطت هنا الجزء بتاع الارضية بتاعة الليرة خاصة بالارضية هبدأ اجيبها نحي تلمين شوية فهتلاقيها بالشكل الجميل او ده طيب خلينا نعمل العجلتين وهبدأ اكبرهم شوية على اساس ان هما يكونوا الاقرب للكاميرا او للشوت المتاخد فيكون هما الاكبر وراهم الاهرامات تبقى اصغر بالشكل اللي انت شايف تمام طيب خلينا ارفعه شوية نحيط اليمين كده بالشكل ده اهو حلو جدا طيب الخطوة التانية على طول هي خطوة الشادو للجزء ده مع بعض طبعا انت عامل جروب لو عملتوا كنترول جاي هيبدأ يعمل لك كوبي من نفس الجروب عادي همسك الجروب اللي تحت وهعمل كنترول اي علشان اعمل ميرش تمام وهبدأ اعمل كنترول يو علشان اسود اللير دي خلص اهو تبقى باللون الاسود بالشكل ده وبعد كده كنترول تي واسبت صبعك على كنترول وشد من الجزء اللي في النص ده نحية اليمين بالشكل ده وابدأ بقى ايه امسك من اللجزاء اللي هي قدامك اللي انا بتحرك منها دي اهو لحد ما تخلي العجل بتاع الشادو لازق في العجل بتاع الصورة بالشكل ده اهو يرفع دي شوية نزل دي شوية حالو هتلاقي ان شكلها بقى بالشكل اللذيذ او ده طيب الخطوة التانية على طول هو هتروح عند فلتر هنا كده هتختار بلور وبعد كده هتجيب الموشن بلور طبعا الموشن بلور هنا بيبدأ يعمل لك الخيال بالشكل اللي هتحسه واقعي لحد ما بالشكل اللذيذ او اللي قدامك ده ولكن انا حاسس ان العجلة اللي فوق دي بقت بعيدة شوية عن العجل اهو فهبدأ اقربها كده على قد ما اقدر بالشكل الحلوى او ده وهبدأ اعمل على طول اللير بتاعت الشادو وهبدأ اجيب الاداة الجرينت طول وهبدأ اسحب من اليمين للشمال بالشكل ده بص كده معي يعني انا ببدأ اجرب اهو اكتر من حاجة لحد ما حس ان في واحدة زي الفل دي عجبتني او دي ولكن هبدأ ازبط الشادو اكتر اهو وهبدأ اشدو كده نحية اليمين شوية مع تضبيط طبعا العجل زي ما قلنا اهو هتلاقي ان شكلها بقى حلو جدا جدا ولكن هنا في جزء محتاج بالاستيكة وانا واقف كده على الجزء الشمال اهو انا اعمل كده علشان ما يبقى الشرب بالشكل التحفة اوي 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 ده زي الفل فلما تيجي تبص هتلاقي ان الشادو فعلا ممكن يبقى خليني كنترول واسحب كده من نحية اليمين شوية هتلاقي ان الموضوع بيبدأ يزبط اكتر اهو شايف فهتلاقي ان الشادو فعليا شكله حلو طيب عايز اقولك كمان انا مش بعمل الشارو ده تلقائي تمام لازم ان تبقى عارف الموضوع بيتم بناء عليه بناء ان احنا لو بسيط على الشمال هتلاقي مصدر الدوء قوي جدا مصدر الدوء ده لما بيخبط في حاجة قدامه بيعمل انعكاس شادو بالشكل اللي على اليمين ما يبقاش على الشمال فعبني علشان تبقى عارف يعني انت لو عندك في الجزء اللي هنا اللي هو على الشمال ده يبقى لازم ان الشادو يبقى عكسه لو عندك على اليمين هنا يبقى لازم ان الشادو هنا يبقى عكسه فعبني الموضوع مش تلقائي ولا بيتنفس بطريقة عشوائية طبعا انا اعم برضو الجزء الشارب ده شوية اهو علشان الموضوع يبقى شكله حلوة اوي كده زي الفول طيب الخطوة اللي بعد كده هو ان انا هقف على الجروب اللي فوق وهعمل new layer control alt j هجيب اداة ال gradient tool وهخلي المربع هنا يكون اسود علشان اشد من اليمين للشمال فاعمل شادو على السندويتش كله بالشكل ده ولكن مش هيكون تقيل اوي كده يعني هبدأ اقلل الاوباسيت كده وهبدأ اجيب الاستيجا اهو وهخلي الفلو مثلا عشرين او حاجة وهبدأ خفيف جدا امسح الاجزاء اللي على الشمال اكتر يعني انا محتاج للشادو يكون على اليمين العجل ويمين السندويتش ولكن ما يكونش قوي برضو فاهمني اهو وهنور السندويتش كده من قدام مايبقاش طافي برضو علشان المرامح والتفاصيل ده مهمة جدا بالنسبة لي اهو بالشكل الجميل اوي ده طيب خلينا انزل للليير اللي تحت بتاعة ال background اللي هي دي وهعمل new layer فوقها وهبدأ اعمل نفس خطوة اهو وهبدأ اغمق كده وبعد كده هجيب الاستيجا وابدأ امسح اللي فوق هخلي بس الجزء اللي تحت هو اللي يبقى قوي شوية في الشادوز اهو وهبدأ اعمل new layer مرة كمان وهشد المرة دي من تحت الفوق اهو وهعلي كده وهبدأ اجيب الاستيجا برضو وعلى مهلة خالص كده على اساس انك تغمى الجزء اليمين والدنيا كلها معاك تبقى على الشمال منورة بالشكل ده حلو؟ طيب خلينا اطلع فوق خالص لو بسيط على مصدر الدوق هنا هتحس ان هو مش عامل انعكاس كويس على اخر السندويتش على الشمال فانا هطلع فوق خالص وهعمل new layer هجيب ال brush tool وهخلي المربع هنا يكون العسلي بالشكل ده وهخلي هنا الفلو 100% وهبدأ ادي كليك هنا بالزبط ومجرد ما رحت عند النور ما خليتها screen وكبرت اللايت دي شوية بص معايا كده طحفة جمال والله وهبدأ بس اقلل البست شوية هتلاقي الموضوع فعليا طحفة بمعنى الكلمة بص كده تقريبا انت عملت الدمج زي ما قلت لك في خطوتين تلاتة ما كمناش وقت خالص ولكن خلينا نعمل خطوة الشادو فوق برضو نسينا نعملها new layer وبرضو هشد كده من ايه ولكن هنا المربع ده لازم نخليه اسود اهو وهبدأ كده غمق ولكن طبعا زي ما قلنا مش قوي هجيب الاستيكا وهمسح الجزء الشمال كله واخر كده النص فهتلاقي الموضوع كله بقى فعليا شكله حلو قوي يعني طيب خلينا اطلع فوق خالص وهبدأ اعمل بقى ال color look up بالشكل ده هختار الفوج night اللي هي دي وهبدأ اخلي النورمل دي اخر اختيار وهبدأ اقلل الوباسيتي كده بالشكل ده علشان اخلي tone الساندودش يكون ماشي مع الليلة اللي انت شايفة قدامك دي كلها وهبدأ اروح لل color balance هبدأ ايه بالراحة بقى جدا جدا بقى بص هنا بقى انت بتختار تون الدزاين ممكن انت بقى ازرق وده مش كويس بصراحة انت هنا في الصحراء والجو ده يفضل تخلي التون اللي هي تبقى رمية للاصفر والبرتقاني اللي ما بينهم المعظمكم دايما لما بيشوف الدزاينات بتاعتي بيقول ان هي كويسة يعني فالموضوع برضو مش عشوائي خالص تمام هنا بالراحة جدا على قد ما تقدر يعني ما تزوج بلاش تحرق الدزاين وتقوي فيه الحاجة لدرجة ان انت فعلا ما تبقاش شايف اي تفاصيل وما تحسش ان الموضوع طبيعي كل ما تبين ان الدزاين الوانه طبيعية كل ما هتحس ان هو فعلا تحفظ بس انا مش هعمل اكتر من كده ممكن اروح هنا ال selective color وهبدأ امسك حاجة حاجة بقى بالراحة مثلا اهو يعني على قد ما تقدر فعلا بالراحتك خالص هروح عند الاصفر اهو والله الحاجات دي يعني انا ديزاينات البسيطة دي اللي بيبقى فعلا طالع منها حاجة كويسة بحس باستمتاع رهيب انا بقى مستمتع جدا وانا شغال عليها لانها فعلا تبقى طرعة تحفة وبسيطة يعني الفكرة ان انا مش انا ممكن اعمل لك ديزاين اشرح لك ديزاين يبقى معقد جدا وزحمة ووجع دماغ وفي الاخر لا انت هتستفاد حاجة ولا المعلومات هتثبت في دماغك اصلا فاهمني فانا بحاول اعمل لك ايه في كل الدروس قديك الدزاين الحلوة قوي في في كام خطوة تمام فاهم الفكرة كل اما هتبسط الامور كل اما المعلومات هتثبت في زهنك اكتر بكتير فاهمني شوف كده حتة حمرة كده خفيفة ولكن ممكن نقلل القبست شوية ما يبقاش قوي كده طيب نسيت حاجة مهمة جدا المفروض ان الجزء بتاع العجلة ده يبقى ليه شادو على الساندواتش فانا ممكن اعمل ايه ممكن اعمل كوبي من نفس العجلة وهنزل اللير اللي تحتها كنترول يو علشان اسود اللير زي ما قلنا وهبدأ اجيبها نحية اليمين كده وعمل لها مسلا الايه اهو زي ما قلتلك الموشن بلور اهو ممكن اجيب كمان العجلة دي نحية اليمين شوية والشادو بقى اللي بره ده كله انا هبدأ احزفه انا مش محتاج غير اللي جوه فقط اهو بس يا معنى فلما تيجي تقلل بسيط كده شوية هتلاقي ان الشادو بدأ يزبط ولكن مش محتاج برضه ده يعني انا محتاج الشادو يبقى على الساندواتش فقط بقى السياح حركة بسيطة جدا ولكن تفرق يعني تمام زي الفول الصور اللي معنا بعد كده صورة دي طبعا استخدمناها في الدرس اللي فات هبدأ اعمل بالشكل ده ولكن خلينا خليها تبقى فوق خالص اهو علشان تبني كده والموضوع يبقى فعلا تفاصيله حلوة والسموك التانية دي هجيبها برضه علشان تساعد في توزيع يبني من الموضوع برضو ايه شكله حلو هوره لك دلوقتي اهو هابدأ اصغر صغر كمان اهو وهنجيب الاستيكا وهبدأ ايه امسح كده بعض الاجزاء اللي هتعمل لي زحمة او هتعمل لي دوشا فعلمي فازيل فل جدا 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 انا ممكن امسك كل الكلام ده وهحاول اكبره شوية علشان الموضوع فعلا نبقى شكله حبل اهو طحفة والله انا 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 فعلا النتيجة طحفة قوي قوي طيب هنا الهلال ده ممكن نشوف له مكان برضو مش عارف يعني انت ممكن تخلوه او ممكن تشلوه تماما كانوا هنا برضو مش بطر عندناش فيه مشكلة وهبدأ اكتب الجملة بالانجليش اللي هي جملة الهرم الرابع خليها تبقى عليمين مثلا هقسمها على ثلاث سطور كده بالشكل ده واسم الفونت اللي انا كتبت بيه اهو قدامك فوق اهو تماما علشان لو هتعملو دو اللود او حاجة وهبدأ اجيب الشكل ده هشيري الابيض كده سريعا اهو واخليها ورد تكون باللون الابيض صغرها خليها ادي الكلمة وهبدأ اعكسها كده بالشكل ده وهمسك ليرات كلها مع بعض هبدأ ازبطهم كده الحياة ده ما يطلع معاك بالشكل اللذيذ قوي ده انت بص وقلو رأيك يعني انا محتاجك تقولي فعليا رأيك في الكومنتات بكل صراحة لو انت شايف ان الموضوع مش حلو فقل مش حلو عندناش مشكله او اتشاف الموضوع حلوي كويس يبقى مات بخلش علي بالاشتراك في القناة تمام وراع ان انا بسجللك كل يوم درس يعني الموضوع ده عايز اقولك والله يمتعرف فعلا ولكن ان شاء الله بإزن الله يكون باستفادة كبيرة لنقدرولك انا وصلت معاك الاخر الدرس فانا ما احتاج انك ترتفع اتنا الى الدرس الجاي فى الحلقات الجدا Li ان شاء الله هتكون اقوى بكتير حلو ما يبخلش علي بالاشتراك في القناة